تخيل لما تتعاون شركة هواتف مع شركة روليكس الفاخرة راح يطلع لك هذا المنتج الفخم حرفياً هذا أجمل هاتف متوسط أشوفه إلى الآن بدون مبالغة وهو جوار ريلمي 12 برو بلس داخله صندوق راس شاحن بقوة 67 واط سلك الشحن كفر شفاف ظهر الجوال يجي من الجلد اللي يحسسك بالفخامة والكاميرات موجودة بداخل فريم زجاجي بنفس لمعة ساعات روليكس وحواف الكاميرا لو تشوفوا فيها نكشة جميلة وفخمة الشاشة بحجم 6.7 إنش أموليد وبدقة Full HD Plus وبتردد 120 هيرتز وفيها تشبع ألوان ممتاز وتفاصيل حلوة وتدعم أيضاً الـ HDR10 سطوع الشاشة 950 شمعة فقط وتمنيت أنها أعلى لأن حالياً أغلب الهواتف المتوسطة صارت ترفع من سطوع الشاشة أكثر من السابق والجوال يقدم أداء ممتاز وحسب تجربتي الأداء سريع وسلس بالتصفح وفتح التطبيقات والاستخدام بشكل عام ومع PUBG قدرت أحط الغرافيكس على HDR والفريمات على الأكستريم يعني أعلى شيء واستجابة الشاشة حلوة وسريعة مع لعبة PUBG وغيرها والجهاز يجي بـ 12 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا وأكيد يدعم الـ 5G بالخلف عندنا ثالث كاميرات الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وبحساس من سوني IMX 890 وهذا نفس الحساس تقريباً اللي موجود على بعض الأجهزة الرائدة واللي فاجأني إن هذا الجوال من الفئة المتوسطة وفيه عدسة تقريب توصل إلى 120X ودقتها 64 ميجا بيكسل يعني بتعطيك صور جودتها مقاربة للغالكسي S24 Ultra من ناحية الزوم وعندك تقريب بصري 3X بدون ما تفقد أي جودة بالصورة وتقريب رقمي إلى 120X حجم البطارية 5000 ميلي أمبير مع سرعة شحن 67 واط وبصراحة هذا شيء غريب على ريلمي لأنهم دائماً يقدموا سرعات أعلى بالشحن لكن بشكل عام سرعة الشحن كويسة وتقريباً يفلل جهازك في 45 دقيقة وأداء البطارية معروف بأجهزة ريلمي وإذا استخدامك عادي ممكن تكفيك البطارية يوم ونص بالراحة بصراحة الواحد صار يحتار بين الهواتف وإيش يختار جهاز لكن أشوف إذا تبغى جوال شكله جميل جداً وفخم وبدون ما تضحي بالمواصفات والأداء ريلمي 12 برو بلس يعتبر من الخيارات المفضلة عندي حالياً ترجمة نانسي قنقر